أنا يؤسفني جداً أني أسمع من مدرب حسن معلوماتي أنه مدرب محترف أنه يتكلم ويتفوه بهذا الشكل أولاً يا غريب كن أديب أنت في بلد غير بلدك وأن كنت شقيق والنعم فيك أنت تتغاضى راتبك وعملك ووظيفتك من قبل هيل عم شباب الرياضة واللي موجودين الآن بشباب الرياضة هم أيضاً نجوم كانوا سابقين في الكرة الكويتية ويعني أشخاص معينين بالاسم سأني أنا كمواطن كويتي أنه رجل مدرب وطني يفترض أن يكون ملم في الحياة الاجتماعية في الخليج كونه مقيم في الخليج وبالتالي يرجع وبدأ لأنه يعطي رأيي الفني أعطى رأيي إداري غير ملم فيه أو غير متخصص فيه وبالتالي يفترض أن يكون هذا دور الاتحاد وليس دور أهو طيب سيد عبد الرضا بالعودة إلى الجهاز الفني يعني في ظل هذا التناحر الذي بات علني هذه المرأة سيناريو تتوقع للجهاز الفني للمنتخب بقيادة معلول أولاً أنا أول واحد اعترض على ستيد معلول أنه يكون موجود لأنه أنا شخصياً كلمت أحد القيادات الرياضية في تونس اللي هو سيد طارق دياب وفي عندنا في صحيفة مصرح فيها أنه هو غير كفو ومدرب فاشل أنا طبعاً بنيت رأيي أيضاً على كلام طارق دياب لأنه طارق دياب شخص معروف ورياضي وأيضاً كان وزير الشباب الرياضة في جمهورية تونس الشقيقة طيب بالعودة إلى أداء منتخبنا الوطني يعني في لقاء سابق بين وبينك تطرقنا لموضوع أداء المنتخب أمام كوريا الجنوبية ولكن اليوم نناقش أيضاً موضوع أداء المنتخب في ظل النتائج الأخيرة مش فقط أمام كوريا الجنوبية ولكن أيضاً أمام لبنان للأسف الشديد أنا سبق وإني قلت هنا أن الفريق متشبع هزيمة وبالتالي حتى يخلع فنيلة الهزيمة من الصعب جداً أن يخلعها إذا بهذا المصطلح ذكرت أنا أتذكر في النشرة السابقة قلت أننا فريقنا فريق الهزيمة بطبع متشبع هزيمة وبالتالي من الصعب جداً وأنا من سنوات سابقة قلت يفترض إحنا نهيئ فريق إلى 2018 ولا إلى 2022 عفوا الأخوان لا لديهم بعد نظر في إدارة الاتحاد وبالتالي القرار يكون لشخص واحد واللي قاعد يحطهم نحترمهم عياننا ونحبهم لكن بالأخير هذه الكويت وهذا الوطن يفترض أن يعطى بكل الإمكانيات المتوفرة لا زلت مصر على موضوع الهزيمة بالنسبة لتوقعاتك لموقف المنتخب في التصفيات في ظل هذا الأداء بالرغم من أن طريقنا سهل وسالك طريقنا سالك يعني ممكن نوصل إلى الدور الثاني لأنه يبون أربع فرق وبالتالي فريقين لكن أنا أتصور أن الفريق إذا انتقل إلى المرحلة الثانية المرحلة التي فيها المباريات التي ستكون الأصعب لأن كل المنتخبات وصلت إلى التصفيات الثانية وبالتالي أرى أن هناك صعوبة جداً أتمنى شيء وأقول أن يوصل شيء آخر طيب من الفريق والمدرب والجهاز الفني ننتقل إلى لوزان أكيد شاهدت معنا الاتصال مع سعدة النائب عبدالله الطريجي لذلك غير بعيد عن هذا الوضع يسعى الوبد الكويتي إلى لوزان عبر مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية إلى أبعاد شبح الإيقاف بداية كيف ترى نتائج هذه المباحثات في ظل ما أعلن عنه ومن يتحمل مسؤولية هذا المأسف أولاً أنا كان عندي وجهة نظرك من أسبوع الماضي كنت أقول أن القضية محبوكة ومنتهية وخالصة يعني يروح يبرر الوفد أو ما يبرر أول شيء نشكرهم على جهدهم وعلى تواصلهم وعلى موقفهم الوطني المشرف إن كان شعبي أو كان حكومي هذا موقف جيد يشكروني على الإخوان الموجودين هناك وندري أنهم كلهم على قدر من المسؤولية والاهتمام أيضاً يبقى أن هناك القضية محبوكة ومنتهية يعني لو يقدم الوفد الكويتي مع عيونه لا يوجد فايدة القضية رايحة منتجها إلى أما أنكم تغيرون وأما سنوقف النشاط الرياضي على عجالة سيد عبد الرضا انتهى وقت ولكن بالعودة إلى تصريحات معلولة تصريحات عكست إلى حد كبير الواقع الكروي والرياضي المحلي بمعزل عن بعض الكلام الغير مقبول من جهة نظرك كيف السبيل إلى تقويم هذا الوضع برأيك في كمتين أولاً كونه هو موظف عام في الهيئة العمشاب الرياضة يجب أن الهيئة العمشاب الرياضة تشكل لجنة قانونية وتستدعي كونه هو موظف الهيئة العمشاب الرياضة وتستدعي وتحقق معه وتحول إلى النياب العام هذا بالنسبة لي معلول ولكن بالنسبة للوضع الرياضي تقويمه بشكل عام تقويم الرياضي أنا أقول حل الأندية والاتحادات كلها لأنه فشلنا من سنة 1990 لحد الآن المحلل الرياضي السيد عبد الرضا عباس شكراً جزيلاً لك على وجه